ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تغليل وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين لإلاف قريش إلافهم رحلة الشيتاء والصيف فليعبدوا ربها ذالبيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف